أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بوثينة شعبان أن الولايات المتحدة لم تفي بتعاهداتها تجاه الاتفاقية مع روسيا بشأن سوريا حيث لم تعمل على فصل من تسميه مواشنطن بمعارضة معتدلة عن الإرهابيين وأضحت الدكتورة شعبان في حديث مع قناة RT ناطقة باللغة الإنجليزية أن الحكومة السورية وافقت على وقف العمال القتالية والتزمت به ولكن الإرهابيين لم يلتزموا به ولم تقل الولايات المتحدة لهم شيئا لأن واشنطن ومجلس الأمن لا يريدون قول الحقيقة عن الذي يجري في سوريا